مساء الخير وأهلا بكم من جديد الأجواء اليوم قلنا إنها بقيت باردة غائمة جزئيا إلى غائمة في معظم مناطق المملكة الحمد لله خلال فترة الصباحية شفنا هطول لأمطار كان هناك أيضا تواجد للضباب في بعض المناطق لاحظنا استقرار الأجواء اللي طبعا شعرنا فيها من بعد الظهر لليوم العظمة في عمان سجلت 10 درجات مئوية تقريبا صور الأقمار الصناعية تشير إلى تناقص الغيوم طبعا الغيوم منخفضها عمان بتتناقص تبتعد عن سماء المملكة ولكن متوقع أنه بكرة مساء أنه يكون في عنا تحرك لصحب على ارتفاعات مختلفة بالانتقال إلى خرائط الضغط الجوي عماننا بنشوف تأثر المملكة بتيارات جنوبية غربية هذه التيارات هي رطبة موجودة في كافة طبقات الجو ستعمل على حالة من عدم الاستقرار الجوي اللي رح نحس فيها ليلة الثلاثة على الأربعة الآن نحكي عن حالة التقص الليلة الأجواء تبقى باردة إلى شديدة البرودة صافية بوجه عام الليلة تتدنى درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة في مناطق البادية السهول الشرقية جبال الشراء لا يستبعد تشكل الاستقيع في أجزاء واسعة من المملكة إضافة إلى حدوث الانجماد خاصة فوق جبال الشراء غدا النهارا ترتفع درجات الحرارة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ترجع درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية الأجواء خلال ساعات النهار ستكون مشمسة باردة نسبيا بوجه عام ولكن من ساعات العصر ستتكاثر غيوم بشكل تدريجي هي عبارة عن سحب على ارتفاعات مختلفة تتهيأ فرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار إن شاء الله في مناطق مختلفة من المملكة الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة درجات الحرارة الليلة وأيضا ليوم الغد تكون على الشكل التالي العقبة من 10 إلى 19 درجة مئوية وادرم من 1 إلى 14 نشوف في معان من 1 إلى 12 درجة مئوية راس النقب من 1 إلى 9 درجات وعمالنا بنشوف سحب متفرقة طبعا راح تكون معانا إن شاء الله من بعد ظهر يوم الغد البتراء من 3 إلى 11 شبك من 0 إلى 9 والرشادية من 0 إلى 9 درجات مئوية في عنا الطفيلة من 1 إلى 11 درجة مئوية بكرة بتوصل في غور الصافي 21 طبعا هي العظمى وعم بنشوف أيضا سحب متفرقة الكرك من 2 إلى 11 درجة مئوية وأيضا سحب متفرقة في وادي الموجب من 14 إلى 20 البحر الميت أيضا من 14 والعظمى بتوصل إلى 20 درجة مئوية مطار الملكة عالية ناقص 1 الليلة بكرة 14 مادبة من 3 إلى 12 درجة مئوية وعمنا بنشوف أيضا سحب متفرقة راح تكون معانا من بعد ظهر يوم الغد مرج الحمام من 3 إلى 11 درجة مئوية نشوف في صويلح من 3 إلى 9 الفحيص الليلة 6 درجات بكرة بتوصل في الفحيص لـ 11 درجة مئوية السلطة الليلة 6 بكرة أيضا 11 درجة مئوية عجلون من 2 إلى 10 درجات وعم بنشوف أيضا سحب متفرقة راسمونيف من 2 إلى 8 درجات الليلة في إربد إربد عماننا بنشوف 4 درجات بكرة بتوصل لـ 14 درجة مئوية جرش 5 هي الدنيا بكرة العظمى 14 درجة مئوية مرة تانية نرجع لعمان نشوف عمان الغربية الليلة 3 درجات مئوية بكرة بتوصل 11 درجة مئوية عمان الشرقية 4 الصغرى 12 درجة مئوية خلال ساعات النهار طبعا العظمى الزرقاء من 4 إلى 13 وعماننا بنشوف من 2 إلى 12 في المفرق المناطق الشرقية رويشد درجة مئوية واحدة بكرة بتوصل إلى 12 درجة مئوية في الصفاوي من 2 إلى 12 درجة مئوية الصغرى الليلة في مدينة الأزرق درجة مئوية واحدة بكرة 14 هي العظمى وننهي درجات الحرارة بالجفر الجفر ناقص 1 وبكرة العظمى 14 درجة مئوية قبل أن ننهي النشر تماما رجاء الانتباه من تشكل السقيع في مناطق واسعة من المملكة خاصة في مناطق البادية حكينا السهول الشرقية وأيضا جبال الشرى الانتباه أيضا من حدوث الانجماد فوق جبال الشرى طبعا نتيجة ذوبان الثلوج اللي كان معنا خلال الفترة الماضية وأرجو أيضا الانتباه من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية السهول الشرقية وأيضا ننتبه الطريق الصحراوي المؤدي إلى العقبة طبعا من تشكل الضباب اللي ممكن يكون الليلة وأيضا خلال ساعات يوم الغد النشر الجوية انتهت قدمناها من قناة رؤية بالتعاون مع موقع تقس الأردن دائما لكم أطيب التمنيات وإلى اللقاء